مصدر مسؤول للحدث أن مفاوضات هدنة غزة ستستأنف اليوم في الدوحة وغدا الخميس في القاهرة ومن جانب آخر أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بإحراز بعض التقدم في عدد من القضايا الخلافية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وبحسب المصادر فمن المقرر أن ينضم رئيس جهاز الأمن الداخلية الإسرائيلية الشباك رونين بار والجنرال احتياط نيتسان ألون إلى رئيس الاستخبارات الخارجية الموساد ديفيد برينيا في مباحثات الدوحة الرباعية التي من المفترض أن تجري اليوم وفي الوقت ذاته أكدت المصادر أنه رغم التقدم المحرز في قضايا جوهرية إلا أن إنجاز الاتفاق قد يستغرق أسابيعا وسيجري فيها بحث موضوع إقامة لجنة تجسير وتحكيم لإيجاد حلول للخلافات التي تستجد وكذلك معايير إطلاق الأسرى في مختلف المراحل وأعدادهما أكد المسؤول الإعلامي في حركة حماس وليد الكيلاني أن الحركة سلمت ردها على مقترح وقف إطلاق النار للوسطى في مصر وقطر وتنتظر الرد الإسرائيلي الرد المقاومة جاء إيجابيا إلى حد بعيد وكان هناك مرونة عالية مثل الرد الذي قدم الوسطى ردنا موجود الآن بدأ الوسطى الأشقاء في قطر وفي مصر وننتظر سماع الرد الإسرائيلي وكما علمنا أن الجانب الإسرائيلي ناقش مع الوسطى رد المقاومة وننتظر الرد الإسرائيلي على ما قدمته المقاومة خلال الأيام القادمة كما وصلنا من معلومات لدى المقاومة هناك شروط واضحة وهي وقف إطلاق النار بشكل كامل وانتهاب العلوس وهي من قطاع غزة بشكل كامل